تخض الفرق المشاركة اليوم جولة تجارب أخيرة قبل خوض غمار المنافسات الرسمية للجولة الأولى المرتقبة على مضمار الصخير في حلبة البحرين الدولية موطني رياضة السيارات في الشرق الأوسط وتصدر فريق مرسيدس عبر سائقه البريطاني لويس هاملتون التجارب الثانية من سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان الفين واربعة وعشرين وفي التجارب التي استمرت لمدة ساعة كاملة اختبرت الفرق أنماط مختلفة كالطلعات السريعة لمحاكاة التصفيات التأهلية أو البقاء على إيقاع واحد لمحاكاة سباق هذا وتصدر سائق فريق بريما ريسين السويدي دينو بيجانو فتش صدارة التجارب التأهيلية في الجولة الأولى من التجارب التأهيلية للفورمولا ثري التي تأتي ضمن فعاليات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج إلى ذلك انتزع الهندي كوتش مايني من فريق انفكتاريسن مركز الانطلاق الأول في بطولة الفورمولا تو ضمن الحصة التأهيلية التي أقيمت الخميس للجولة الافتتاحية المساندة لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفين واربعة وعشرين هذا وحقق السائق هاري كينغ الزمن الأسرع في حصة التجارب الثانية من بطولة كأس بورشا كاريرا الشرق الأوسط ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة